إنه ممكن يبقى سهل لمشجع نادي المنافس يدخل يسجل بياناته إنه مشجع للأهلي وبكده يحصل على تذكرة المنافس قال لي إنه في البداية أول خطوة بتجيلك الفان اي دي لما بتجيلك الموافقة على الفان اي دي بيجيلك الفرق اللي إنت 18 فريق اللي موجودين في الدوري حضرتك بتختار الفريق اللي بتشجعه مرة واحدة بس مش بتختاره كل مباراة يعني لو إنت مش بتشجع الأهلي واختارت الأهلي هتفضل تاخد تذاكر النادي الأهلي طول الوقت بس فما ينفعش تروح تاخد تذاكر الفريق اللي إنت بتشجعه اللي هو غير الأهلي فهمتوا حضراتكم النقطة دي فده كان رد الأستاذ عبادة على هذا الأمر وردنا عليها الحقيقة كل الأسئلة اللي جاي لنا بتسأل الأستاذ عبادة مدير قدارة العمليات في شركة تسكرتي اللي حاولنا نسأله في هذه الأمور علشان نعرف إيه كل الأمور الخاصة بالموضوع تسكرتي فيما يخص جمهور النادي الأهلي أي سؤال حضراتكم عايزين تسألوه ابعتولنا على الصفحة الرسمية لقناة النادي الأهلي علشان حبعت للأستاذ عبادة ورما حضراتكم نسأله على طول في هذا الأمر ويكون الرد موجود طيب كابتن ماجدي إيه الفرق في الدوري زمان ودلوقتي من وجهة نظرك الفرق الرئيسي والجوهري جمهور تمام هذا اللي أنا عايز أصله هذا الفرق الرئيسي والجوهري إحنا بنتكلم دلوقتي في العيبة يعني واحد زي محمد شريف ما أعتقدش أنه لعب مباراة دام جمهور كبير لفترات طويلة يعني هي ماتشهات المتخب يمكن وماتشهات أفريقيا بس مع النادي الأهلي إنما في الدوري العام أعتقد أنه من ساعت ما بدأ الدوري العام لأن شريف بدأ 2013 في مش كده تقريبا محمد شريف كان مثال على جيل يعني أنا أقصد محمد صح فيه أجي لك كي لاصل عدد الفترة اللي فاتت وفايلت زي ما حضرتك ومتشافوش الجمهور فالجمهور بيبقى عنصر مهم جدا لعب الكورة ومتحفز جدا لعب الكورة جوه الملعب ده 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 نقطة النقطة التانية لا كل حاجة تغيرت تقريبا غالبا يعني بنتقلم من الأدوات شكل الملاعب الوقت أنت بتلعب على ملاعب واستدات متميزة جدا وهيلة يعني ياريتنا نرجع نلعب تاني ياريتنا نرجع نلعب زي زمان طبعا ياريتنا نقدر نرجع نلعب تاني الحاجة التالتة طبعا دي موجودة في لعبة النادي الأهلي وفي لعبة الكورة عموما الصداقات المهمة جدا العائلية بين اللعبة وبعضها دي مهمة جدا بتزود التألف وتزود الانسجام بين اللعبة وبعضها أكيد مليون في المية نحن النقطة الاختلاف بقى حاجات تانية كتير شكل المسابقة عدد الفرق فرقة الجمهرية كتايمكم أكثر دلوقتي التالي كان المنصورة موجودة الآن من الصورة وصلنا في الفان الكاس كان تلت دوري او رابع دوري في الوقت دا كان تيم قوي الفرقة عموما كانت للوقتjust فرقة قوية جدا جمهوريت شبين كانت صعدت الدوري بس هبطت في نفس السنة أو آخر السيزون هبطت إنها كانت من الفرق جامهرية أنا أعتقد أن الفرق المكانتش جامهرية بس اللي هي المقاولين العرب والألمونيوم تقريبا كان معنا في السنة دي في 95 تقريبا هم دول الفرق لكن بقيت الفرق كلها البقيت بقى كان المنصورة والمحلة والاتحاد والمصري والبلدية والأولمبي وأهل الزمارك طبعا لأ وكان فيه فرقة تقريبا دمياط فرقة شعبية كان فيه الشمس الشمس طالع السنة يدية لبعدها فما كانتش لسه فرق الشركات مع أنها طورت جدا في الكرة طورت جدا في الكرة لأنه مع دخول الشركات زادت البجت بتاعت الأندية وبدأت تضغط الأندية الشعبية والجماهيرية على أنها تزود كمان البجت بتاعتها أنا فاكرا أننا مش عارف أقول دولي مولوش خدنا الدوري كلمنا كابتر حسن كنا نحن الثلاثة الكبار كلمنا كابتر حسن لأن نزودنا المرتب شوية كابتر حسن كان رئيس النادي كان رئيس النادي أو كابتر صالح أما نجي نتكلم في الماديات نتكلم مع كابتر حسن فطلبنا أننا قعدنا معه وأعدنا معه أنا وقسامة وشوبير كابتر أسامة عرابي كابتر أحمد شوبير وشوبير وكان حسامو بريد أعدنا الخمسة أعدنا مع بعض فقلنا رأى كابتر نحن عايزين نزود المرتبات بتاعتنا